قال رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطينية محمد مصطفى أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بالشأن فلسطين إنه مضع عام على تعنط حكومة الاحتلال الإسرائيلي والازدواجية اللا إنسانية للمعايير في مجلس الأمن وطلب رئيس الوزراء الفلسطيني مجلس الأمن بتفعيل الفصل السابع من متاق الأمم المتحدة مع إسرائيل ودع محمد مصطفى إلى صياغة قطة دولية تتضمن إجراءات ضرورية لتغيير الواقع على الأرض والاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتطبيق رأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة الذي يدعمه ويطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهر